كل هذا شفنا أن الجزائر كذلك لم تبقى مكتوفة اليدين اتخذت إجراءات خاصة بسياستها الطاقوية وضمان الأمن الطاقوي المستقبلا من بين الإجراءات ربما المتخذة هي التوجه نحو الاستثمار في الطاقات الحديثة الطاقات الغير تقليدية وأقصد بذلك الأوفشور كذلك توجهت نحو ما يعرف بالغاز الصخري كيف ترى هذا الاستراتيجية دكتور؟ يعني التغيير في الأوضاع القطاع المحروقات لم يكن تغيير كبير في المدى القريب متوسط لأننا كي يكن تغيير كبير يجب أن نجد احتياط كبير أي حقل كبير أو الأسعار سترتفع إلى أعلى من 100 دولار أو 110 دولار وكل هذه الميكانيات يعني كي نصلوا إلى ذلك الأوضاع غير يعني متوقعة حتى في المدى القريب والبعيد حتى بالأوفشور حتى بالغاز الصخري حتى بالبيتروكيموياك وغير ذلك كل هذا يعطي ثماره من بعد مدة يعني ممكن من بعد 5 إلى 10 سنوات ولذلك في المدى القريب يعني يجب أن نتذكروا بأن إنتاجنا سيبقى ممكن في نفس المستوى ونستهلك أكثر وأكثر من ذلك والأسعار لم أظن أن ترتفع يعني أكثر من 70 إلى 80 دولار وهذا أقل مما يجب أن يكون كي ستكون يعني ميزانيتنا متوازنة وغير ذلك ولذلك يجب أن نبدأ نفكر كيف يعني نحسن في مداخلنا في مداخلنا بالعملة الصعبة العملة الصعبة لأن مئة في المئة من عملتنا الصعبة تجيء من المحروقات تبيع وتصدير المحروقات ولذلك يجب أن ننوع هذا الاقتصاد كي يعني عملة الصعبة تجيء عن طريق تطوير قطاعات الأخرى فيها خمسة قطاعات لم تجني شيء يعني بالدولار أو الأورو ولكن بنفس الوقت يجب أن نحسن في تسيير واستعمال مواردنا البشرية مواردنا المالية كي نوفر إمكانيات للاستثمار استثمار أموال والهدف هو خلق الفرص العمال تحسين في القدرة الشرائية ولسيما في قماية الفئة الهشة من المجتمع بطريقة أخرى غير الطريقة نستعملها الآن وهي يعني دعم الأسعار لهو يساعد كل السكان ولكن لم تستفيد منه هذه الفئة الهشة كما يجب أن تستفيد منه نعم إذا أنت يعني تثمن يعني ربما توجه نحو الاستثمار في هذه القطاعات الأوفشور الغاز سخري البترو كيميويت إلى غير ذلك تظن أنه هذا رح يعود بالفئدة على الجزائر وتكون هناك مدخيل يعني عادي هي لم نعرف لم نعرف ذلك إذا الأوفشور يكون ناجحة أو لا لم نعرف كل فتر الأوفشور ولكن الذي نعرفه في الأوفشور سيأخذ وقت يأخذ وقت يأخذ وقت طويل ولم نعرف إذا يعطي ثماره أو لا الغاز السخري كما تتكلمنا عليه سيأخذ وقت وقت كذلك والبترو كيميويت غير يعني لم تكفي للمداخل يعني لجلب العملة الصعبة كي تأخذ مكان يعني العملة الصعبة التي ستجي على طريق يعني تصدير المحروقات الآن لا